أهلا بيكم مرة ثانية في ثاني فقاراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وأكيد زي ما حضراتكم لاحظتم معانا دايما خروجنا لأي فاصل أو عودتنا منه لن يخلوا من لقطات كثير دي بعثتنا في المغرب اللعيبة وجهاز الفني والإداري سواء بقى في ملعب التدريب في مقر الإقامة في مكان المؤتمر الصحفي أي أن كان زي ما بنوعد دايما بنوفي هنكون دايما مواكبين لكل المستجدات وكل الكواريس هننقلها حضراتكم أول بأول من خلال البرنامج وأكيد من خلال متابعتكم لشاشة قناة الأهلي في شكل عام إحنا زي ما حضراتكم عارفين كويس بكرة عندنا بداية منافسات كأس العالم للأندية عندنا ماتش مهم جدا وكيد ثقاتنا كبيرة في كل لعيبة النادي الأهلي وجهاز الفني والإداري إن هما إن شاء الله إن شاء الله هقدموا مستوى راقي يليق بالنادي الأهلي وبتاريخ النادي الأهلي ويسعد جماهير النادي الأهلي اللي كلها طبعا يعني كل اهتماماتها حالية منصبة فقط على متابعة النادي الأهلي ومشاركته في هذه النسخة من كأس العالم للأندية هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه التفاصيل وكواليس بعثتنا وكمان هنتكلم في هذه الملفات مع كابتن صديق الجمال نجم النادي لأهلي السابق اللي بنوارني في حلقتنا النهاردة أهلا بيك كابتن أهلا بيك كابتن كريم أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام بيك وحشة والله بنشوفك على فترات متباعدة وده مش هينفع ولازم يتغير الواقع ده الزروب بقى مع الشعادة أنا هبتدي مع كابتن صديق بالنقطة اللي هو بيسلب علي كان بيكلم معي فيها كان بيوثني على كابتن شناوي وعلى أي درجة أن احنا بنتكلم على العيب أصيل تعال نبتدي بالبداية دي شفت الواقع دي ازاي؟ الشناوي طبعاً لوقتي الوضع الحالي هو رمز من رموز ناد الأهلي وكابتن الفريق وقدوة وبصراحة عمل مواسم كويسة جداً جداً مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة الشناوي جالوا عروض كتير يعني وأخيرهم من ويجن الإنجليزي والنصر السعودي الشناوي طبعاً إخلاصوا وتأديروا واحتراموا للنادي الأهلي واللي احتياج الفريق لجهوده الفترة اللي جاية خلاه أنه يكون متواجد مع النادي الأهلي ودي ما جاتش من فراغ طبعاً النادي الأهلي انت عارف اللعيب اللي يكون موجود في النادي الأهلي بيبقى حظه كويس جداً جداً يبقى ويندمج ويخش مع المنظومة هو ابن من أبناء النادي بقاله فترات كبيرة مثل النادي الأهلي وبطولات ومنتخب مصر فطبعاً من الصعب جداً أنه كان يترك الفريق والفريق فشد الحاجة إليه فحاجة تحسيب له بصراحة حاجة كويسة جداً 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 ومتقدرة تماماً من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس إدارة النادي ومن جماهير النادي قبل كل دول أكيد إدارة النادي طبعاً كل التقدير والاحترام اللي هو حس تقديره للفترة اللي جاية للنادي الأهلي في احتياجه لكون متواجد فدي في حد ذاته المسؤولين طبعاً كلهم سعاداء جداً جداً والمنظومة كلها طبعاً رأسهم من كابتن محمود الخطيب أسنع على الشنوي ودي حاجة كويسة جداً داخل القرى الحمراء ممكن كان يبقى فيه إغراءات والعرض اللي جاي والعرض مغري يعني أنت بتكلم في النص السعودي يعني بص دفعين مثلاً مبالغ كبيرة في العيب الجانب أو كريستيانو فأكيد كان يقيمه تقييم يلقى بيه كاسمه ويستحقه وهم كانوا في أشد الحاجة عليه طبعاً حارس كبير وكانوا يفرق معهم جامد جداً جداً بس هو الاختيار بتاعه ضقيق جداً وعنده رؤية يعزمونه إيه للزمن البعيد ليه هو داخل النادي الأهلي دي تفرق معاه جامد جداً جداً سواء مسؤول في النادي سواء مدرب سواء في الإدارة كل حاجة دي كلها بتبقى مغزون ليه هو لو كان خد أي كرار وكده كان ممكن يخسر كل حاجة دي كلها بعيداً بقى عن الشناوي وبعيداً عن النادي الأهلي عايزة أسألك كمبدأ بشكل عام هو لما يكون فيه لاعب معين سواء حارس مرمى أو لاعب متقلق قوي مع فريق وعمل شغل حلو قوي وفيه حالة انسجام ووده محبة وتقدير واحترام كبير ما بينه وبين جماهير النادي اللي هو فيه ولأي سبب من الأسباب انصع الإغراءات مادية جايله في صورة عقد احتراف في فريق تاني هل بالضرورة أن منخرج من داره يتقلم داره لأن احنا شفنا كبار الأسماء أكبر الأسماء في دنيا كرة القدم عالمياً إلى حد كبير ده اللي بيحصل بس احنا حضرات بوقتي في زمن الاحتراف والاحتراف من ساعة ما تعمل حتة التنقلات أو الواحد يجي له عقد في مكان ويتنقل الموضوع المادي مؤثر جداً جداً على لعيب الكورة فيه لعيبة لما بتشوف أرقام خيالية طبعاً فبالتالي مش عايز أقول لك مثلاً إيه بيطمع لا بيضعف قدام من الحاجة دي لأن دي ممكن من الغاش تاني وبالذات عامل السن بيفرق ففيه لعيبة بتطلع سوياً وده بتحقق بحزافيره في حالة كريستيانو رونالدو وانتقاله للناس السعودي كريستيانو حالة خاصة أو حالة ثانية ما فيش حد مثلاً يقدر يلومه حتة الانتقال نفس الكلام ميسي الناس دي حدت السن يعني اللي هو إيه المفروض خلاص بقى هيفنش فيه فبيختار الوجهة اللي هي ممكن يبطل فيها كرة وكمان العامل المادي مؤثر جداً على العيب فيه إغراءات بس بالنسبة ليه نحن كعرب فيه لعيبة صغيرة ممكن تمشي في السكة دي لأن المبلغ بيكون كبير جداً جداً فيه لعيبة بتحسبها بالورقة والألم بعقلانية زي حزبت الشنوي اه زي الشنوي فماشاء الله يعني مش عايزة أقول أسماء طبعاً لأن فيه ناس كبيرة كانت في مصر ولعيبة كويسة جداً خدموا الأهلي وخدموا منتخب مصر مش عايزة عم مقارنات بيستتكلم عن الشنوي لأن هو إيه الحدث هو متوجد فيه اللي عمله حاجة تتحسب له حاجة للتاريخ حاجة إليها قدام ويحس إن الكرار ده كان صائب جداً 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 وهو يعني إيه خد الكرار الصح طبعاً وإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله ويفنش في النادي الأهلي ويحقق مزيد من البطولات إن شاء الله وإن شاء الله مايفنشي خارج إن شاء الله مايفنشي خارج إن شاء الله مايفنشي خارج كل وقت ليه أدان هيقدي دوره ويجي حد ماكانه في النادي الأهلي يكمل المسيرة والحقيقة يعني أصلاً لو دجعنا التاريخ الشنوي مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر على الأي صفحة ناصعة ولا يبكس عالمه بس جميل مبهيد لا يبكس عالمه بعدين تعب جابها صح صحيح بيترو جيت كان في نادي الأهلي وطلع برا مش عاد بيترو جيت الجيش يعني خد لفة بس رجع بكوة ورجع مميز ورجع الألفة زي يقولوا رجع رقم واحد فدي الفرقة يتمعان تعال بقى نروح من الشنوي للشنوي وزملائه وإخواته والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمشاركة رقم ثلاثة على التوالي ورقم ثمانية في تاريخ النادي الأهلي في كاس العالم الأندي شايف النسخة دي وضعينا فيها إن شاء الله سيكون عامل إزاي يعني إن شاء الله بإذن الله بمتعشم طبعا في ربنا أماننا كبير يعني إن في الفريق وفي اللي يأدوا ويبقى فيه لي دور فعال أكتر من قبل كده حضرك تفضلت ثمان مشاركات حاجة حدث ولا حرج حاجة مميزة جدا جدا للنادي الأهلي اللي هو تمالي بيحب المقدمة بيحب يكون رقم واحد ثلاثة مشاركات متتالية وربعة حق المركز الثالث تلاث مرات الحمد لله إحنا شاركنا مع كان فيه مواجهة مع الفريق أوكلاند أيام منويل جوزيه وتفوقنا عليهم دينا نربح 2-0 بهدف فيلافيو في اليابان وقتها الكلام ده أه على المعتقد أه 2-0 أبو تريكا وفيلافيو على المعتقد يعني فعندنا احتجاجات كويسة جدا جدا في كواس العالم الأندي بس البطولة مختلفة عن قبل في إيه؟ في إيه؟ الفريق اللي أنت تلعبه اللي هو النيوزلندي ده أوكلاند سيتي أوكلاند فريق دلوقتي غير الأول الأول إحنا كنا أقوى منه وكنا الربح كان واضح جدا وتسيادنا اللقاء وكان فيه لعيبة في الوقت ده عندها خبرات كبيرة جدا عد عليه فترة طويلة كان لو حتى علق عشر سنين خمستاشر سنة حصر تغييرات في كل الفرق فالفرق دلوقتي بتاع أوكلاند متحضر كويس جدا لعيبة طبعا جداد احتكاك أعلى من الأول بحققين بطولات لعبين 35 مباراة على ما أعتقد كذبانين حوالي 33 مباراة أو 31 مباراة يعني فيه إغفقات في أربع مباراة هزمتين وتعادلين يعني فريق متسيد في الدولة بتاعته والفريق زي كده عامل حساب للنادي الأهلي وعارف النادي الأهلي نادي كبير وعنده مشاركات كتيرة وأحرج أندية كبيرة جدا في البرازيل وفرق عالمية وبيحقق مركز بحقق مداليا فأكيد جاي لعبك متحفز ومركز جامد جدا جدا إنه هو عايز يقعد الضر اللي بعد كده نيجي للنادي الأهلي النادي الأهلي مستعد للبطولة استعدادات جاية جدا جدا كل الظروف متاحة باستقضام اللعيبة الجدد والخبرات اللي عند العيبة النادي الأهلي بالمناسبة مزبت مشاركتهم في رأيك في المتشاط اللي جاية إن شاء الله في كاس العالم هتكون وصل فيه هل في مساحة كافية للدفع بيهم واللقاءات كاملة على بعضها مش مجرد توقيتات معينة ينزلوا فيها ولا ممكن يبقى لكاس العالم للأندية حساباته الخاصة لا الحسابات مهما تكون فيها حسابات فيه رؤية فنية للجهاز الفني المدير الفني هحطت طبعا تشكيل اللي يبدأ به عارف مين اللي يبدأ ومين اللي يقاعد على البنك بره وهو عنده الرؤية بتاعته هو اللي بيختار التشكيل سأكلمك النادي الأهلي أكثر جهزية إن داخل على البطولة الحمد لله متصدر الدوري العام ماشي كويس جدا في البطولة المحلية رأي على البطولة اللعيبة اللي جات جداد على اللعيبة اللي موجودة على عودة الكهرباء طاير محمد طاير عودة حسين لمستوى أفشة المجموعة كلها خط الظهر بعودة عبد المنعم من الأسابة بيدي برضو توازن في الحتة اللي وراء الناس اللي هم جم جداد اللعيبة كلها خادعة فتاح مروان عاطية الضو كل حتى اللعيبة اللي جات فورمة عالية جدا جدا فيه ناس منهم شاركوا في اللقاء الزمالك وفيه شاركوا في اللقاء سموحة ان شاء الله بإذن الله المدرب هيحتاج حد فيهم هيبقى متواجد بصفة أساسية أو يكون موجود ينزل يبقى ليه دور في المباراة الأهل مستعد السادات جيد ان شاء الله بس التقصي يعني إيه سعيدنا شوية برضو حتة شفت التمرين مبارح كانت عاملة إزاي والكمية الأمطار اللي نزلت على اللعيبة كانوا غير قانين في التمرين مبارحة التمرين طبعا تعرف الجو في الشتة وكده وكان فيه مطر بس الأهل طبعا مروا بتجارب زي دي كتير ولعبوا في الجو ده وهما بيستعدين السادات جيد الأجواء دي بتساعد الفرق الأوروبية أكتر اللي هما متعودين عليها يمكن بالمقارنة بدول الأفريقية أو الشرقة أو وسطية أكيد بس احنا شمال أفريقيا برضو مغرب وتونس والجزائر برضو حتة العامل للتقص سواء فيه مطر أو الجو بيكون قريب من أثمانيا وفرنسا قريب من أوروبا بس هي اللعيبة بتعيتنا الحمد لله برضو عندها خبرات وعندها مشاركات سواء في البطرات الأفريقية أو في كاس العالم الأندية فبقا بيلعبوا في نفس الجو ونفس المناخ بس ما يكون الجو ومفيش برضو مطر كتير هتلاقي برضو اللعيبة مركزة يعني حضرك مثلا أكيد عدت عليك التجربة دي أبا كده أنت كنت بتلعب مثلا مع النادي الأهلي في مباراة خارج مصر أو يعني أكيد كل اللعيبة في مطر المطر بقى جديد أول حاجة اللعيبة بتبقى فيه أحزية طبعا للمطر بيبقى مغزة جزمة الكورة غير الملعب العادي غير الملعب مثلا التيرتان فهم مستعدين ومباراة هتدربوا بقى حزية المطر بالمناسبة أكيد أكيد عشان يبقى واغدين برضو عليها واللعيب برضو ايه متمرن عليها كواس جدا اللي برضو لها حساسية مهام مختلفة عن الحزاء العادي أكيد الأرض أصلا بتساعدك لما يكون النجيلة طبعية مفيش مطرة بتلاقي الدنيا ماشية معاك وفيه سهولة فيه مطرة الحمل بقى عالي جدا جدا على اللعيب طبعا ان الأرض بتبقى تقيلة شوية بالذات لو بقربة الملعب كويسة جدا جدا فيه الأرض فيه مصافي وفيه حاجات حاجات بقى حديثة الدنيا بتبقى متزبطة شوية في بعض الدول العربية ببقاش الإمكانات زي أوروبا بيبقى برضو الليلة شوية فاللعيبة ممكن تعاني شوية في حتة الحمل بفيه تقل برضو غير ما يكون الملعب مفيش مطرة وغير الحمل كمان فرصة الزحلقة بتبقى عالية جدا في الحالات اللي زي كده التكلم بتعمل في أي وقته بس بص اللعيبة الميا برضو يبقى مؤثر برضو بسيط على بعض اللعيبة بس كل اللعيبة بتاعتنا الليلة عندها خبرات واللعيبة طبعا التانيين بالنسبة لهم عادي لأن الجو عندهم بيبقى نفس المناخ اللي اللعبوا فيه فإن شاء الله احنا نعدل الحتة دي ونعمل لأن احنا عندنا المباراة اللي هي الأوكلان سيتي الأوكلان سيتي لو ربنا كرمنا نعدل المباراة التانية اسمها بتاعت سيتي اللي هو البطل أمريكا الشمالية لو ربنا كرمنا ممكن نلعب مع عليها المدريد بس هل ناخدها مباراة بمباراة يعني طبعا لو ربنا كرمنا اتفوقنا على المباراة الأولنية خلاص هيبقى قطعت شهود كبير جدا جدا السكة بتزداد أكتر والأهل قادر يعني تحطينا بظروف زي دي وأصعب من دي كربنا بيكرم الفرقة والمنظومة كلها بنعدل أدوار اللي بعد كده هل تعتقد كابتن صديقين التشكيل اللي حنشوفه إن شاء الله في مشاركة النادي الأهلي في النسخة دي من المونديال ممكن يختلف عن التشكيل اللي شفناه الفترة الأخيرة محليا سواء في الدوري أو كاس؟ هو مش يبقى فيه اختلاف كبير هو عودة عبد المنام إن شاء الله يكون ليه دور لأنه هو من اللعبة المدى الأساسية في خط الضار بقيت الفرقة معروفة حتة اليمين فيه خالد وفيه محمد هاني أكيد واحد فيهم يلعب والاتنين في المكان إضافة ومشين كويس جدا عالي معلول نفس الكلام الحتة اللي في نص الملعب الحمد لله دلوقتي عندنا لعيبة كويسة جدا وكتير في نفس المركز وعودة العيبة اللي كانت من بعيد اللي جات برضو في النادي الألي سواء الجداد أو العيبة اللي كانوا موجودين قبل كده للرجوع المستوام زي أفسر وحسين وعودة كهرابة وطهر محمد طاهر وعندك ديانج والسليه وحمد فتحي إن شاء الله هي عندنا قوة ضربة الحقيقة بإذن الله بإذن الله سرحت كده في الأسماء وحدك بتقولها بالترتيب ده عندنا كتيبة محترمة بإذن الله بإذن الله بإذن الله استوفيق ربنا قبل أي شيء لأنه أنت ممكن داخل على المباراة زي مباراة ستة مالك كل الناس خط الظهر ناقص ستة سبعة نص ملعب ناقص ثمانية شعب إيه؟ لا النادي الأهلي الناس اللي موجودة بتقدي وليها دور أصلي مش أي حد ما موجود في الفرقة النادي الأهلي هينزل يقدي بكوة بس هي بتفرق إن العيبة اللي رجليه في الملعب عنده خبرات أكتر وأكثر جهزية فأنا شايف الموجودين بإذن الله بإذن الله الله يكون فؤلاء المدرب لأنه يختار الفرقة من ضمن المجموعة دي وفي ناس هتطلع بره بره الناس القايمة برضو لأن النادي الأهلي محكوم بعدد معين هل اللي مش دوت يعني أقل من الموجودين لا بس هي احتياجات المراكز والناس الفرمة اللي موجودة دلوقتي هي لا تخش ويمنا في المقام الأول النادي الأهلي يحقق المطلوب منه في البطولة دي فهو توفيق ربنا بإذن الله وأنا شايف الكابتن الخطيب بسم الله ما شاء الله كعته يعني بيحب يقفل على الفرقة تركيز عالي جدا جدا اجتماعات جانبية بالفريق بالبعثة كلها دايما الحقيقة وجوده وترقصه لأي بعثة للنادي الأهلي بيبقى لها دايما انعكسات طيبة جدا أكيد لأنه حاس تذيئة من قبل كلاعب كرة وكمسؤول فلما يكون واحد بالذات لعيب كرة وتحط في موقف زداء عارف إلي بيدور في زين اللعيب الكرة عارف نفسية اللعيب عامل زيك والمناخ والنفسية وعايز هيقله الجو اللي هم يعني لجال قبل كده ممكن الأجواء دي مكانش متوفرة لهم حتة الانضباطية أكتر الالتزام آه اللعيبة بتلتزم في النادي الأهلي وببعض الأندية بس الفترة دي الالتزام بيبقى أقوى بكتير بكتير لأن الحدث أكبر من السابق ده كاس عالم الأندية تمثل مصر رقم واحد تمثل النادي الأهلي وإحنا بنطمح وبنتعشم في ربنا إن شاء الله أن نحقق مركز أعلم التالت كمان دي يعني تيجي طبعا توفيق ربنا اجتهاد اللعبين وزي ما قلت لك المبارة الأول نية إن شاء الله لو اتفوقنا على أوكلند وعدينا المبارة دي الدنيا بعد كده هتبقى ماشي كويس وبقفير تيحية للمدرب واللعيبة وهتبقى فيه ثقة خلاص بقى اتولدت بعد الفوز ده إن شاء الله إن نتحقق بس أنا شايف حدق بتتكلم بقدر ملحوظ من الطمأنينة معنى كده فيش حاجة خايف منها فيش حاجة ألقاك لا أكيد بس ما اللي مش هيخاف مش هيسلم زي ما بقوله إيه الخوف خف سلم بس الخوف بتاعي مش إن أنا ننزل بقى خايف لا أنا عندي ثقة في ربنا قبل أي شيء وفي لعبة النادي الأهلي أنت مش بتتكلم على الفريق الحمد لله الفترة دي غير الفترة اللي فاتت فيه تنظيم وفيه تركيز عالي جدا جدا زي ما قلت لحضرتك هو ماشي من هنا لو أنت ماشي من هنا التاني ولا التالت في الدوري هتبقى الدنيا فيه اهتزاز في المدرب في اللعيبة في المنظومة كلها إنما الثقة وكل الثقة في المنظومة كلها في المدير الفني في اللعيبة كل الجهاز الفني بالكامل من أول غرفة الملابس لحد المسؤولين على اللي هما بيختاروا الفرقة الناس مركزة والناس دي مديها طمأنينة للنادي الأهلي وجماهيري وبعدين زي ما حضرتك تفضلت الإدارة ما بتبخلش على الفريق شوف لآخر لحظة بيروح خطف لك واحد من هنا وواحد من هنا بيجيب لك أحسن لعيبة على مستوى عالي جدا جدا وحاجات ما مش في الحسبان آخر خطفة منهم عجبتك طبعا طبعا حاجة محترمة جدا اللي هو القندوسي ده يعني أحمد لعيب مميز نص ملعب عالي جدا بيلعب مع وفاء السطيف لي دور فعال مع فرقته وهم زيعلوا عليه جدا أنه ميشي بس طبعا الصفقة كويسة ليهم ولينا إحنا لينا إحنا فنيا وللعيب نفسه بطبيعة الحاجة اللعيب ده إنجاز ليه فيه حتة برضو كابتن كريم اللعيبة لجاءت النادي الأهلي اللعيبة طبعا حظها كويس جدا جدا إن فيه ممكن لعيب يجي بعد أسبوع بيشارك في كاس عالم الأندية طبعا طبعا كل التأدير والاحترام الأندية اللي كانوا فيها سواء خارج مصر أو داخل مصر كان من رابع المستحيلات أو بيبقى صعبة جدا ما بيش حاجة مستحيلة طبعا على ربنا وعلى أي فريق بيشارك في أي بطولة ممكن ورد جدا تلاقي واحد في الاتحاد بعد كده الاتحاد يطلع فوق في الزمالك في الإسماعيلي بس هي عشان النادي الأهلي عنده متمرس فرص التواجده في المحافل الرياضية كلها أكبر بكتير من متمرس في البطولات الخارجية وبيربح الحمد لله في أفريقيا فتلاقيه ليه دور وليه دور كبير فاللعيب اللي بييجي ممكن واحد يجي بعد أسبوع أو العشرة أيام أو شهر تلاقيه بواخد بطول أو داخل بطولة كرية واخد مركز ثالث أو شارك في كاس عالم الأنبيل حصلت مع كاس العيب من أفريقيا طبعا والعيبة جات برضو محلية اشترك ويوقع النادي الأهلي لعب خدمة ديلي لو هو موجود في المكان اللي هو فيه كل التأدير والاحترام من الأماكن اللي كان فيها صعب جدا يشارك في كاس عالم الأنبيل أنا مش فاكر كان أي لعب اللي كان جاي ومش فاكر إمتى مش عايزيني هو الأسامة عشاني بس أنا عايزة عايزة أقرب بس على الأل اللي كان إمتى على الأل فيه لعيب ما جيه في وقت بالوقات تقريبا في خلال ترات أربعة أيام من وصوله وانضمامه للنادي الألي فيه لعيب أفاركة كتير أفاركة وفي كل اللي موجودين دول الحق أو مداليات موديانجة حق أو برستة وحق أو عبد المنعم لما جيه كان في المنتخب بس إمتى بقابلت 40 ساعة وياخد بطولة دي برضو ما بتحصلش مع قدية تانية ما بتحصلش طب أنا بقول لك أول حاجة نعطي كل واحد حقه يعني بقول كل التأدير والاحترام مش بقلل منهم بس إحنا على الواقع وعلى الأرض وورا وقلم الأهلي هو المتسيد الأهلي مصدر السعادة لجمهير مصر وبصفة خاصة جمهير نادي الأهلي العظيمة اللي هي وقفة وورا نادي الأهلي فعلى قد ما بيكون متاح عشان كده أنا بقول لحضر لك الإدارة وعلى قصوم الكابتن الخطيب ربنا يديره الصحة بيجيب اللعيبة المميزة للنادي الأهلي عشان عايز النادي الأهلي يبقى في الحتة اللي هو المفروض متواجد فيها الكابتن الخطيب يعني ربنا يديره الترامب ممكن فترة ببقاش رئيس نادي الإدارة دي بقاش موجودة هيجي إدارة تانية الجهاز فان دي يمشي اللعيبة دي كلها ببطل اللي موجود الكيان النادي الأهلي طبعا فلا ييجي ان شاء الله هتلاقيه هو اللي ايه بيكمل مسيح والنادي هو اللي موجود فاللي يجي لازم يحافظ على المكانة دي فالإدارة بتشتغل والناس بتكتهد عشان لازم بيحافظوا زي ما استلموا الكيان بيسلموا يكون أعلى في الرصيد البطولات فالحاجة دي بتبقى مميزة عشان كده مش بنحسد اللعيبة ده أنا بسعيد جدا أما اللعيبة دي بتيجي النادي الأهلي بتاخد بطلات وبتعمل تاريخ النفسية عشان وبرضو زي ما بقول برضو هنعيد تاني الشيناوي حسبها صح كل التقدير لي عشان عايز رصيده يبقى يزيد هو موجود داخل المنظوم فالإن شاء الله ربنا اكرم بإذن الله وإن شاء الله فيها حاجات كتير قدامنا سواء في الدورة كمال لما اتركت لها هتفرق معنا إن شاء الله على ذكر بقى حدك كنت بتقول من شوية جمهور النادي الأهلي العظيم ما تجي نقف ثواني قدام جمهور النادي الأهلي العظيم لأن في حاجة مش عارف ممكن تبقى شايفها ازاي؟ الأهلي احنا متفقين إن هو دايما بيشارك وبمتاح قوة ده إما كانش بيحصل على كل البطولات اللي هو بيشارك فيها تمام؟ وده ودنا خلنا راحين جايين حتى على كاس العالم للأندية وحدك من شوية قلت إيه كاس العالم طبعا حدث كبير حدث كبير إيه بقى حكاية الجمهور اللي ممكن تبقى أنت واخد بطولة أفريقيا واخد مثلا مركز متقدم أو ميداليا بكاس العالم للأندية ويقفش موت لو مختش الدولي بص حدراك زي ما أنا بقول لك إيه كله بيسلم بعضه طبعا الجمهور بيسلم بعضه بيتورس زي ما الإدارات زي ما قلت لحدراك طبعا طبعا منافس الخواص هي اللي بيجود بيسلموا الأجيال اللي بعديهم الجيل اللي بعده بيجي بيجي شجع نادل آلي بيستلم المهام مكان والده مكان أخو الكبير في الأسرة بيجيب التاريخ على أهل أبو طلاق كتير فدول عايزين يحضروا زي ما والده حضر زي ما أخو الكبير حضر زي ما والده حضرت فعايزين يبقوا هما في انتعاشة وفرحة والسعادة للنادي الأهلي صدرها لأهليهم والأهلي صدرها لهم برضو ويبقوا مبسوطين بالنتائج بالبطولات بالانجازات بالعيبة النادي الأهلي النادي الأهلي ده ممكن يتحقق في حال حصول النادي الأهلي وده اللي بيحصل دايما على البطولات اللي هوا بيشارك فيها دي بيجوا عدد دوري ويقفشوا ليه بقى؟ مهم حاجة متعودين عليها يعني انت مثلا كل يوم عمال اجيب لك مثلا كباب 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 هاجي في يوم اجيب لك مثلا فول وطعمية تتضايق انت خلاص تعودت على الكباب حاجة بقى ايه الدوري ده بالنسبة لجمهور الاهلي مزاج جمهور الاهلي ومفيش تفسير تاري غير كده بيحب الدوري ده لان هو اتعود عليه ساعات الكاس ممكن تغرب منك عادي انما الدوري بالذات بطولة غالية جدا جدا وبطولة قوية اي حد ياخد الكاس ممكن بفرقة درجة تانية تيجي تتوفق كاس بماتشين تلاتة دخل قبل النهائي تتوفق وفيه فرق كتير صغيرة خدت كاس كل التقدير له انما الدوري بعندك 17 مباراة البطل لازم يكسب الناس كلها ولازم يبعده نفس اطول عنده صف تاني عنده لعبة كويسة جدا جدا عنده مثلا مغزون من الخبرات كبير جدا للعبته والناس اللي بتتعامل فالدوري عشان كده بيبقى قايم جدا جدا سيبك من الموضوع المادي ان الحافز بتاعه مثلا بيبقى ليل او حاجة غير الدول الاوروبية البطولات بره بيبقى فيه حافز كبير جدا جدا يا كابتن كريم انما مثلا ان هنا البطولة الدرع ده بيعني الكثير لجمهير النادي وزي ما تشوف كل واحد مثلا كيفاء ده اللي بيجي من بره النادي بيستور مع الدرع بيبقى فرحان جدا 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 ان هو استور مع الدرع داخل النادي الاهلي بعض الاخوة الاصدقاء عندنا فيه بره النخلة يعني يجبوا بيستور في النادي الاهلي مش عايدوا لك ما بيناموش ما بص حاجة حاجة يعني مفرحة جدا جدا ما بالك اللعيبة بقى تعودوا على الدوري دوت وجمهور النادي الاهلي لاغينا عن الدوري السنة اللي بيسقط منا او سنتين فيه ظروف بيبقى عندنا حاجات مثلا بتبقى خارجة عن اراضيتنا مثلا تجديد الفريق ظروف تحكمية ظروف مشاكل بتاع بس هو ده رقم واحد لازم عشان كده جميل الاهلي تحب البطولة دي تعشقها غير البطولات كلها طب تعال نسيب بطولة الدوري وروح للمرة تانية نرجع على كم كلامنا في كاس العالم هل الغيابات الموجودة في صفوف النادي الاهلي مقلقة بالنسبة لك بأي شكل من الأشكال هو الحمد لله يعني بس الغيابات مش هتبقى مؤثرة جدا الناس اللي تطلع برك قيمة لان العدد اللعيبة المتوفر للجازة الفني مميز جدا جدا وكتير ما شاء الله نقول لك اللي يكون فوال مدرب في الاختيارات فانت ايه اللي قالك وانا برضه وضح لك الرؤية حير خط الظهر الحمد لله مفيش قالق عودة عبد المنعم بإذن الله مع علي معلول مع هاني مع خالد يعني بص الناس وفيه برضه البنك عليه العيبة كويسة موجودة بره الخط الضهر عندك الناس اللي بره هيبقى ليها دور مؤثر لو نزلت نفس الكلام في نص ملعب بإذن الله بإذن الله العدد مكتمد انا عدت لك حوالي خمسة ستة نص ملعب هي لعب منهم ثلاث حتة النص التلت الأخراني عندك كهرباء وبرضه الحتة بتاعت الاتراف طاهر أو حسين أفشة الناس اللي بتكمل فوق لا فيه لعيبة وعدين برضه لعيبة جدد ممكن تلاقي لهم دور يعني ممكن تلاقي كريس جدد تلاقي بيلعب المدرب هيختار التشكيل اللي هو خريسه ده ممكن يبقى ليه دور ففيه عدد وفيه وفرة من لعيبة لو فيه واحد أو اتنين ومستبعدين فانت دي ما تقلقكش ولا تقلق جمهور النادي العليم الناس موجودة بشكل جيد واتمرنوا وزي مولت لحضرتك ماشيين من هنا ومستعدين ومفنشين يعني في البطولة هنا احنا الاول وفيه ارتياحية عند المدرب بس هو الحالة بتاعت اللعيبة في يوم المباراة دي هي اللي تقلقك مش ان الغيابات انا شايف ما فيش غيابات كتير ان شاء الله الناس كلها متواجدة لان برضو حالة اللعيب يوم المباراة دي بتفرق مع المدير الفني وبتفرق مع النادي العليم حالته بمعنى يعني معنويا وصفيا ونفسيا وبداية المباراة ويخش بكوة يعني بس ماتش الهلال اللي احنا كسدنا اربعة تركيز عالي جدا 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 الحالة اللعيبة قد في الطب اللي ياسر ابراهيم جاب في جنيد نازلين يعني الماتش لو تعادمت مرة الاهل يكسب خمسة ستة سبعة فرقة كلها كانت كويسة كلها كانت كويسة بالناس اللي غيرت لان النادي الاهلي ساعتها كان فيه ضغط غير عادي اعلاميا على فرقة النادي الاهلي والهلالة عنده تسعة محترفين وعنده لعيبة كبار جدا ولعيبة دفعين فيها فلوس كتير ومحترفين على مستوى عالي جدا والهلالة لما تصدر الاهلي لما يركز طبعا تحدي ويوم المباراة اللعيبة كانت فورمة عالية جدا 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 دي بتفرق مع المدير الفني حالة اللعيبة دي ملايش دعوة بقى ولا بتاكتك ولا بالبدنية عالي جدا كل الحالة دي كلها انما الحالة بتيجي بقى اللعيب نازل موفق وبينزل الكرة بص هتلاقيه متوعا زي ما بيقولوا مشوفت شريف مطش النادي الاهلي كورة جاءت عارضيها بتاعة عالي معلول ممكن ديجي بمطشات تانية اعملها كده لها تراحى مثلا بايت خال لها تراحى بص جن جن هايل هايل جن حلو جدا جدا نفس الكلام كهرباء بتاعت حمدي فتحي على صدره وحصلحه كهرباء جني الدرس يعني ما نزلتش الارض اللي اتلعبت ففي حاجات بقى دي بقى بتاع لعيبة بقى حمدي فتحي كان مبدع مبدع في امبراط الزمالك فان شاء الله لما يكون اللعيبة مركزة والحمد لله الفتن ستعم علي جدا ونزلين اليقى زهنية والبدنية عليها دي متوقف على الحالة من البراء فاحنا ان شاء الله بنتمنى اللعيبة تبقى حالتها كويسة هي دي اللي احنا عايزين يعني رؤيتك بقى للمدير الفني مرسل كولر ويتعملوا مع اللعيبة نفسيا وتدريبيا وطريق توجيهاته من اول لحظة كيفية هو بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب يعني هو من ساعة ما جاء هو الرجل مركز عنده حماس غير عادي عنده لما دخل المنظومة بسرعة عنده ارتاحية في التحامل مع منظومة النادي الاهلي موفر له كل حاجة هو رجل كمان بيحب الشغل ومجتهد جدا جدا وكمان كرة ممكن تيجي بفترة تعاني مع مدرب وكرة تساعده لا الفترة الأخيرة النتائج الحمد لله مرضية للنادي الاهلي مع المدرب ده واختياراته موفقة جدا ممكن يسقط منه ماتش أو ماتشين في مثلا حتة الأداء بس الحمد لله انت بتحقق الهدف ان انت بتاخد ثلاث نقاط وكل ما بيقعد فترة كبيرة مع النادي الاهلي كل ما الرؤية بتتضح أكتر للعيبة كلها بالنسبة لي هو بيبقى عنده الاختيارات وعنده ارتاحية في العيبة كلها خلاص دخل النادي الاهلي من أول يوم اندمج شغله على الأرض باين تعاملاته عنده حتة الهدوء راجل هادي جدا جدا بص على الخط بيجي تعامل في حتة قراءة المباراة حتة تغييرات ما شاء الله ربنا يوفقه الفترة اللي جاية ويكمل كده لأن في مدرب بيجي برضو بدى الدنيا مكهربة بالنسبة يعني بعض الأندية التانية مدرب ما ماشي كويس يجي بفترة تهرب منه تلاقيه لوش اللي عارف يغير وممكن النتائج تروح ملأغبطة التركيز راح خلاص فقد الحتة وممكن هو نفسه يروح زي بحصل مؤخر راح لا ما بيروحوا كتير عندك خمسة تغيره في مصر سأنا بتكلم على فكر مدرب يكون كبير والنتائج ما تساعدهش أو فيه ضغوطات عليه هربت منه ما لا يعرف يغير ولا يعرف تعالي مع المباراة وممكن أن أنت تيجي مثلا تكسب مدرب بسبب أنه يساعدك طبعا إحنا عندنا الفرقة الحمد لله يا رباني يوفقهم بس هو راجل المدرب هادي جدا يعني تعرف الجماعة بتوعص وصرة يعني بص هدوء ما هو على الأرض متوفق وشغله باين وإن شاء الله حق إنجازات مع نادل ألي قدر ياخد الصبر مزد مالك لوقتي متصدر خد مثلا الكاس الحاجات دي كلها بتتضفله وبتديله معنويات عالية جدا جدا وهو شغال جوا النادي الأهل في ميزة كويسة الحمد لله الحمد لله المدرب اللي بيجي بيشتغل وبيندمج مع المنظومة بيعيش زي بقوله في حتة تانية خالص طبعا ما فيش دغوطات عليه طبعا والأهل ما بيقارفش مدرب أو ما بيزعلش مدرب مدرب بيسيب له مدرب لحد المدرب صحيح يهيقارف نفسه طبعا يهو يطلع بره المنظومة طبعا بنتيجه بتصرفاته في المباريات في تغييراته بيلاقي نفسه بيعد إنما الحمد لله الأهل موفر له كل حاجة فهو اللي بيكتهد معه جهاز فني محترم وبرضه بنحقي يسامي أمسان راجل شغال كويس جدا جدا معه صحيح وبيساعده بكل اكتهاد وإخلاص ومميز ويحب العيبة جدا ووفر له برضه وكابتن سيدة على الحفيز مدير الكورة كل المنظومة كلها بتشتغل لمساعدة الراجل ده وهم يشتغلوا في الكيان بس بيخلوه مرتاح لأنه لو مش مرتاح ممكن ما يبقاش متزبط في الملع فهو يعني في قبول عليه تجاه جمهير نادل أهلي قبول ملاحة الأدارة الفترة اللي جاية دي برضه مقياس مش هقول حقيقي لا مقياس قوي عشان برضه إيه المباشرات دي عايزة تحامل باحترافية نتقابل مستوى أعلى من الدور المصر في حتة التشكيل في حتة التاكتك اللي يلعب بيه فريق من إسبانيا وفريق من البرازيل ومدارس حتى كروية مختلفة عندهم فكر وعندهم ثقافة عالية مش أقول على مننا احنا خلاص عدينا المرحلة دي عندنا ثقافة عالية جدا واللعيبة بقت محترفين بتاعتنا كلها بس هو يتعامل بقى في المباراة إن شاء الله بيلعب بتاكتك معين ربنا يوفقه بالطريقة اللي يلعب بيها اللعيبة تنفذ شغله هيبان ولو توفقنا بإذن الله إن شاء الله المباراة الأولية هتبقى مفتاح كويس إن انت تبقى ماشي في سكة كويسة دي برضو متوقفة على اللعيبة وإن شاء الله عليه هو برضو طب أنا عايزة أستلحضك على تفصيلة وطبعا الحضاك مرد بيها يعني وقتا ما كنت بتلعب يعني وقتا ما كنت تلاعب في النادي الأهلي لو افترضنا إن انت بصدد التعامل مع اتنين مدرأ فنيين اتنين مدربين وحنقول اللي اتنين نفس المستوى ونفس الكفاءة ونفس القدرة على متلاكة أدواتهم تمام لكن واحد منهم حماسي قوي اللي هو من نوع اللي يخليك تنزل عايزة تاكل النجيل لزمي بتقال واحد تاني من الصنف اللي هو المميس اللي هادي الراسي مين اللي بيعمل شغل أكتر مع اللعيبة مين اللي بيبقى له وقع أكبر مع اللعيبة بس ده لي دور وده لي دور اللي هو بيكون مجدود شوية وعنده حماس ساعات الحماس ده بيفرم على اللعيبة جامد جدا جدا وساعات بعض الأوقات بينعكس عليه يعني جيب نتيجة عكسية اه طبعا طبعا ما انت لما تلعب تحت ضغوطات وتلاقي المدرب مجدود جامد جدا 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 ومتعصب انت بتأثر سواء اللعيبة كرة غلط سواء ما نفسش بعض المهام في الملعب ممكن يتنشنك يخليك تطلع من الموت بتاع المباراة وفيه وقت معين المدرب ده لازم يعمل شوية دول بتكون انت مكسل في الملعب عايز حد يصحصحك هتهرب منك فات 60 دقيقة من المباراة او 75 دقيقة والربع ساعة ده عايزك قتال انت خسران ولازم يشدك ليه تواجد بيبقى لي دور فعال جدا جدا المدرب في لحظات الصحصحة دي برضو كلمة حق لازم تتقالف حق جبهير النادي الاهلي خير من يصحصح اللعب المتقاعس ان الجمهور اللي في المدربات موضور الجمهور ده مش هقدر نغفله وهنتكلم فيه انت سألتني مش عالماء الجمهور سألتني على المدير الفني اللي هو بيبقى مجدود وبيشد العيبة محماسي نيجي بقى للتاني الهادي زي مثلا مستر كولر فيه سببات فعالة فيه هدوء تم جدا جدا ده بينعكس على اللعبة برضو ان بيكون مركزين اعلى كل واحد بيحاول لعمل المهام اللي هو ايلاله ممكن ما يتشدش بس ممكن في غرفة الملابس يتشد او يتعصب زي المدرب بتاع اسمه رينار اللي هو كان بتاع المنتخب السعودي دخل ارجنتين بنشوتين زعع ومفعل قلب الدنيا كان لازم الشدة ينزله وكذبه اتنين واحد كانت الفلقة ممكن تتنزل مفيش حماس مثلا عند المدرب جوه كان ممكن الارجنتين تلاتة اربعة لا تفرق بس التعليمات او الحاجات اللي انت بتزودها للعيب او اي حاجة تعليمات او اي حاجة لازم في وقت معين اتوصلها ازاي اتوصلها بشدة بتبقى عنيف على اللعب بتوصلها بهدوء تام هتنزل تعمل كذا ركز المطلوب منك كذا انت تختلف من مدرب لمدرب بس المدرب الشاطر اللي امتى ينفعل مش على طول عشان لو هربت منه على طول ممكن اللعيبة تكرهه واللعيبة ممكن يمشي ويشكل ضغط مستمر عليهم لا هو اللي بيمشي من اللعيبة لو نفرت من المدرب اصلا مش يبقى واحد ولا اثنين لو ضغط عليهم كلهم دول 11 في اي حتة في العالم 25 لعيب هم اللي بيقعدوا في النادر اللي بيمشي مين مدرب فهي الحتة بس ساعات الحماس لي دور ولي توقيت معين هنا الزكاء التعامل يطلع امتى والهدوء ده يبقى متواجد امتى في الملعب بره الملعب في غرفة الملابس فهي الاتنين مطلوبين بس امتى التعامل امتى هتفعل كل خاصية منهم ايوة انت بقى معاك الباسورد وانت معاك الباسورد ويعمى مدربين كتير مجدودين بس بيجيبوا نتائج ايجابية بيقصوا على اللعيبة لان اللعيبة ممكن تبقى عايزة حد كده وفي لعيبة يعني بغض مش اقول لها سامح عشان محدش يزعل من يعني بس انا ايه هقول محبتا في الإسماعيلي انا بحب متزيل الترتيب حاجة حاجة تزعل منتكلم على فريق كبير دي لها رواصف بقى بس ديها رواصف وفيها حاجات قديمة ما درش اتكلم فيها اللي اتكلم فيها حد مسؤول عن نادر اسماعيل انا ما اللي بتكلم فنيا صعبان علي انه يبقى بعيد في الحتة دي لان احنا بنحب يبقى موجود مع على الاهل اكيد زي ما كانت طول عمر موجود على فكرة الاسماعيلي والمصري والالتحاد السكندري شو بالاتحاد ما شاء الله مع محمد السالح حاجة تفرح الشغالين في هدوء مع مدير فني ما شاء الله هادي جدا وعاملين نتائج كويسة كل الفرق بص الفرق اللي هي عندها ادارات هادية كده بتشتغل الهدوء وعندها التزان هتلاقي النتائج ايجابية حاجات اللي فيها مفعالات وفيها لغبطة تلاقي الفرق بتعاني وتغيير مدربين ونتمنى الفرق كلها تبقى كويسة عشان نستمتع بممتبع التدوري قول اكيد بتصب لصالح المنتخب المصري واقول اول قبل من اي حاجة في المقام الاول نتمنى التوفيق بإذن الله النادي بإذن الله اللهم أمين يا رب العالمين دعوة حلوة نختم بها لقاءنا مع حضرتك اللي بشكرك عليه جزيلا شكر نورتنا كالعهدة الله يخليك الله يخليك انا كنت سعيد جدا انا موجود مع حضرتك الله يخليك ما تشرب حضرتك طيب يا حضرات احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى على الفقرة الطبية وهي فقرة مسجلة نورتنا فيها دكتورة ايمان المراكبي وكلمنا فيها عن موضوع يهم كتير جدا من حضرتكم وشوفكم على خير ان شاء الله الى اللقاء